تدهور وتخلف عميق يهيمن على الاقتصاد العراقي بعد رحلة تدمير ممنهج تركز ثقله على أهم القطاعات الانتاجية وهو قطاع الصناعة حيث تشير معطيات الوقائع إلى تراجع خطير في وقت تعاني فيه الأسواق المحلية من ظاهرة الإغراق السلعي وغدت ثقافة الاستهلاكية السائدة في ظل انعدام الصناعات المحلية إحصائية لوزارة التخطيط في العام 2021 كشفت أن نسبة العاطلين عن العمل بلغت 14% للأشخاص النشطين اقتصادياً وهي الأعلى منذ عقود فيما تحدثت منظمات دولية عن ضعف هذا العدد وبحسب اتحاد الصناعات العراقية فإن معظم المصانع في العراق البالغ عددها 57 ألف متوقفة ورغم أن المبالغ المرصودة لتأهيل الشركات العامة بلغت أكثر من 100 مليار دولار ومعظمها من الدول المانحة إلا أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إعداد دراسات جودة اقتصادية فعالة للشركات المحلية خبراء اقتصاديون يعزون التدهور الاقتصادي إلى عدة أسباب من جملتها قدموا خطوط الانتاج واعتماد الأساليب التقليدية في الانتاج والتسويق إضافة إلى أن مشكلة الكهرباء تعتبر سبباً أساسياً في إيقاف 70% من المصانع كما أن المصارف في العراق يصعب عليها التعرف على أساليب التنمية الاستثمارية الحديثة حيث أنها ما زالت متعلقة بالأساليب القديمة والقروض غالباً ما تكون أسعار الفائدة فيها عالية جداً وتزيد مشكلة الاقتصاد تدهوراً قضية تبيض الأموال من خلال الصناعة بنسبة 50% حيث تباع السلع العراقية بأسعار رخيصة في الأسواق بالمقارنة مع البضائع الأخرى الفساد الإداري أبرز أسباب هدم الصناعة العراقية نتيجة عدم جدية الساسة في توحيد الجهود والنهوض بواقع الصناعة لأسباب كثيرة على رأسها إبقاء العراق كسوق للبضائع الأجنبية